حكومة هزيلة أو حكومة عميلة للغرب هي تهم أطلقها زعماء في ميليشيا الحشد على الحكومة التي لم تشكل بعد فالحكم المسبق بالفشل والعمالة جاء بعد أن أدرك حلفاء إيران في العراق أنهم قاب قوسين أو أدنى من فقدان الأغلبية في مجلس النواب الجديد أحد عشر فصيلا مسلحا في الحشد أعلن رفضه تشكيل الحكومة المقبلة وذلك بعد أن تقدم تحالف سائرون النصر بطلب مباشر إلى رئاسة برلمان السن بتشكيل الحكومة الجديدة أثناء انعقاد الجلسة الأولى ويبدو أن طلب تحالف سائرون النصر الذي تدعمه واشنطن بقوة دق ناقوس الخطر لدى الشركاء السياسيين والكلام هنا عن تحالف الفتح دولة القانون فالخطوة المذكورة جاءت بعد صدمة أخرى حينما أقال العبادي رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض من منصبه بعد انشقاق الأخير من تحالف العبادي وانضمامه لتحالف الفتح بزعامة العامري الاحتقان السياسي بين أطراف التحالف الوطني الحاكم بلغ أوجه ولم يعد خافيا على من يتابع الوضع السياسي في العراق فصحيفة الحياة اللندنية قالت إن عددا من فصائل ميليشيا الحشد لم تعد تأتمر بقيادة هيئة الحشد التي بات العبادي يقود دفتها بالوكالة تطورات قال عنها مراقبون إنها تنذر بمواجهات مسلحة مرتقبة بين معسكرين سياسيين يمتلكان فصائل مسلحة إذ لن تكون هناك منطقة بعيدة عن الصراع إن وقع وما تهديد زعيم ميليشيا بدر هاد العامري بإسقاط أي حكومة تشكل بتدخل أمريكي إلا دليل على شراسة الصراع على المناصب بين شركاء الأمس صراع سياسي بات مرشحا لأن يتحول إلى مواجهات دامية واشنطن تراقب حلفاءها في العراق وإيران كذلك والغلبة للحليف الأقوى ترجمة نانسي قنقر